موسيقى أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية في البداية النهاردة أنا حابة أتوقف عند مشهد سياسي ممكن يدينا رؤية للفكر السياسي للدولة في الفترة الحالية والمستقبلية لما نيجي نتوقف النهاردة أمام زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للشرق زيارته للصين من يومين هي الزيارة الخمسة للصين في فترة توليه الحكم وده لازم يستوقفنا يخلينا نتساءل ليه الرئيس يكسف ضياراته إلى الشرق من العالم حضراتكم طبعا عارفين أن في المراحل السابقة كانت السياسة المصرية مختلفة إما بتتجه إلى الغرب أو إلى أمريكا أو الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفاكك طبعا أيام الرئيس عبدالناصر وكان بيكون هذا كله في اتجاه دائما أحادي الحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي من يوم ما وصل الحكم هو شغال على فكرة طرق كافة الأبواب وعلى فكرة أن مصر لا بد أن تكون على مسافة واحدة من كل الاتجاهات السياسية والاقتصادية في العالم وده الحقيقة شيء جميل ورائع وراء عمق استراتيجي علشان كده هنلاقي زيارات الرئيس إلى دول العالم تقريبا متساوية وهدفها في البداية والنهاية هو مصلحة مصر الاقتصادية والسياسية وأن طبعا أن مصر ما تكونش تحت مصالة نظام دولي معين وإحنا كلنا نتذكر أن احنا عانينا من ده في فترات سابقة علشان كده القيادة السياسية دلوقتي شغال على فكرة أننا في مصر بنفتح مجالات الاستثمار الاقتصادي والتعاون السياسي وفي نفس الوقت العمل على محاربة الإرهاب الدولي مع كافة النظم السياسية في العالم ممكن أنت كمواطن ما تشعرش بده في الوقت الحالي لأن مش كل السياسات قصيرة المدى في سياسات طويلة المدى يعني أثرها بيمان بعد فترة لأن عمر الدول وسياستها واستراتيجيتها لا يمكن أن تظهر نتائجها من يوم وليلة كل ده بيصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء في الحاضر أو في مستقبل وأنا طبعا أظن أن الأمنية المصرية اللي هتلاقيها عند أي مواطن وعند الحكومة اللي بتشتغل لصالح الوطن والمواطن إن إحنا نبقى دائما في أمان واستقرار نطلع فاصل ونرجع تاني انتظروني بعد الفاصل نرجع مرسين بقى على القاهرة في القاهرة في حملة جميلة جدا وزريفة جدا عجبتني قوي هي حملة عملية بيقوم بيها طلبة كلية التربية النوعية بيقوموا بإيه بقى عندهم حملة هي مبادرة لتلوين الكباري إحنا عندنا في القاهرة والمدن الكبيرة والصغيرة عندنا كباري كتير قوي وأنفاء مشاهة الغرض منها كان ومازال هو طبعا تخفيف الزحام المروري في الشوارع كويس بس محدش فينا لفت نظروا إنه دايما أسفل الكباري شكلها بيبقى وحش قوي دايما بترمي تحتها قبابة وتلاقي واحد كاتب إعلان بشكل مش حلو ده غير بقى طبعا اللي بيحط الكلمات المقصورة الخاصة بيهم والقلوب وأحمد ومنق يعني اللي موجود تحت السلم بيكون تحت الكبري مش دائما بيكون جميل ودائما برضو السلم بيكون متكسر بس الحقيقة دي مسؤولية المحافظة والأحياء ومن زمان الحكاية دي كانت لفتة نظري اللي هو هو إحنا ليه نسيب المساحات تحت الكباري كده وجدران الكباري بهذا الشكل فعلشان كده لما شفت الخبر النهاردة بتاع النهاردة فرحت جدا وقلت دي مبادرة جميلة ويريت مع بدء العام الدراسي كل الكليات في ثواء الحكومية أو الخاصة اللي ليه علاقة بالفنون والإبداع على مستوى المحافظات الأسدزة ياخد الطلاب ويعملوا جولة على الكباري والأنفاء فبالتالي هنحلي مصر هي دي التنمية هي دي التنمية المجتمعية اللي بنقول عليها دي فكرة أنا بقولها الجامعات المصرية كلها حكومية وخاصة يريد تشتغل عليها السنادي على كل الكباري في كل المحافظات جمعة أسيوت تشتغل على كباري وأنفاء أسيوت جمعة قناة السويس تاخد بندوقنا أنا بقول لكم اهو لو جامعات المصرية اعتبرت ده مشروحها سنادي هنلاقي كباري الكباري والأنفاء في مصر كلها شكلها جميل وده ممكن يتم ما بين المجلس الأعلي جامعات وبين المحافظة أنا برضو شايفة ان دي أمنية من الأمنيات يجب ان الشعب المصري كله يشوفها على فكرة فيه فنانين تشكيليين في المحافظات يبقى هنا عملنا حاجتين جملنا الكباري والمنظر وبقى جميل وكمان خرجنا الفنانين التشكيليين والطالبة اللي في سوم يعملوا مشارحهم أنا بقول ده وأنا عارفة أنه لما بنيجي نقول لأي طالب اعمل حاجة ببلدك وهينزل معاك الأستاذك بيبقى سوعة جدا ومتحمسين وممكن كل دفعة تكتب رقم الدفعة تكتب السنة يبقى ييجي بعد سنتين تلاتة يتمشى ويشوف شغله اللي فات كمان خلوني أطلع من الخبر ده ونروح لحاجة كمان لفتت نظري النهاردة حاجة بقى أنا أعجبت بيها قوي قامت بيها مصلحة سق العملة وزارة المالية الفترة اللي فاتت حاول التعالج مشكلة الفكة اللي هو الجنيه والنص جنيه وطبعا دي كانت بتسبب مشكلة حقيقة وكنا دايما أي حد يقولك مفيش فكة وبالتالي يا إما بتسيب حقك إماك بتوصل لخناقات واحد مثلا راكب ميكروباس والأجرة اثنين جنيه ونص ومعاها تلاتة جنيه مش هينزل لما ياخد فلوسه وده مفروض لو مفيش ممكن يحصل خلاف الحقيقة بقى مصلحة سك سك العملة عمرة حاجة زريفة جدا وهي تشغيل مكينة الصراف الآلي للعملة للعملة بس الربع جنيه ونص جنيه والجنيه وحطوا بالفعل أول مكينة في محطة مترو الشهداء ده خبر جميل ده خبر جميل لأنه هيخفف العبقى على المواطن وهيخفف الزحام علشان يبيك حجز القطرات والمترو علشان مفيش فكة واللي بيحصل انك انت بتحط عشرة منه مثلا ورق تاخدها عملة معدنية ووزارة المالية دلوقتي نوية ان شاء الله تعامل المكينة دي في باقي محطات المترو وأكيد قدام هيروح ده في المحافظات في الفترة الجاية دلوقتي هنخرج للفاصل وبعد الفاصل هيكون معنا فقرتين مهمين من وجهة نظري الفقرة الأولى جات لي فكرتها بحاجة بسيطة قوي نزلت أجيب فاكهة للبيت للولاد لقيت أسعار الفاكهة غالية قوي فقررت ان انا أنزل سوق العبور أروح أشوف هي الفاكهة اللي بالجملة بكام والفاكهة اللي بالقطاعي كام اللي خلاني طبعا أفكر في ده ان فيه طبعا حملات دلوقتي بتتكلم على ارتفاع سعر الفاكهة الفقرة التانية النهاردة هتكون عن حاجة كلنا فقدناها في المجتمع للأسف يمكن بسبب ظروف وضغوط الحياة الحاجة دي هي جبر الخواطر زمان في المجتمع المصري كان الجار بيقبر بخاطر جاره والزميل بيقبر بخاطر زميله والأخ والأخت والأب كانت كل بيحب بعض وبيقبر خاطر بعض جبر الخواطر ده راح فين وليه تغيرنا كده واحنا أصلا مش كده بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ فقرتنا الأولى ونكمل حلقتنا افقوا معنا تلكم مرة تانية وهنبدأ فقرتنا من أمنيات المواطن المصري دلوقتي إنه يشتري كيلو فاكهة رخيص يشتري مش هقول كم كيلو يعني نقول يشتري كيلو كم متر على كيلو عنب يدخل بيهم على أولاده كده وهو فرحان مش شاي الهم السعر الأيام اللي فاتت ارتفعت أسعار الفاكهة بشكل جنوني هل المشكلة فين هل في قلة المنتج الزراعي ودي نظرية اقتصادية عرض وطلب وبالتالي هيكون فيه تأثير بشكل أو بآخر إن الأسعار ترتفع طيب هل فيه غياب للرقابة غياب رقابة على الأسواق بس احنا كمان ما عندناش قانون للأسعار والرقابة الحقيقة ممكن تكون فيه أسباب كتير علشان كده فيه مبادرة أطلقها المصريون سموها خليها تحمض هدفهم فيها إنهم يردوا على جاشع التجار إن كان موجود من وجود نظرهم مع إن التاجر ممكن يقولك إن هو كمان مظلوم من وجود نظره إن الفاكهة بتجي له غالية فهيعمل إيه؟ عموما الفاكهة في الأسواق المصرية ده موضوع فقرتنا أنا برحب برحب بالدكتور محمد الأجرودي خبيل الاقتصادي والسياسي أهلا بيك يا فندم أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين أهلا بحضرتك وبرحب بالحج محسن سعد الفيومي تاجر وعضو مجلس إدارة أمناء سوق الجملة بستكتوبر وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية البصرية أهلا بك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك كان مناسب فتخيلت أن أسعار الفكهة طول العام هتكون بنفس الطريقة فجئنا حضرتك أن الأسعار ارتفعت جدا رأيي حضرتك دليل قد يتخيل البعض أن حديث هذه الحلقة هو من قبيل الرفاهية الإعلامية فيما يتعلق بمناقشة موضوع ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات إلا أن هذا الأمر ينصرف إلى كافة نواحي السلع الاستهلاكية فهو موضوع جد مهم وجد خطير ليس لأن الميديا الإعلامية والسوشيال ميديا قد تناول هذا الموضوع في خلال الأسابيع الماضية إلا أنه موضوع يطرح نفسه على الساحة اسمحي ليه أيها الدكتورة الإعلامية الفاضلة أهلا بك وليسمح ليه السادة المشاهدون قبل أن أدلف إلى تفصيلات الإجابة على هذا السؤال أن أؤكد على مجموعة من المبادئ قررناها سلفا في لقاءات سابقة فضل سواء من مسبيرو أو من مدينة الإنتاج الإعلامي أو من هذا المكان المحترم والمنبر المحترم وهو قناة الدريم في حلقات سابقة المبادئ التي نتفق عليها أننا أولا أمام قيادة سياسية أمام قيادة سياسية حكيمة مؤتمنة على مصائر هذا البلد تحاول النهوض بمستقبل مصر ومعالجة الآثار السلبية التي مرت على مصر فيما يربع على الخمسين عاما أو يزيد فضلا عن النقطة الثانية ألا وهي التداعيات العالمية فيما يتعلق بمعدلات ارتفاع أسعار السلع والخدمات النقطة الثالثة هو ما تمر به من تحولات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو بيئية أو ما شاكل ذلك من أمور وعليه فإن حديثنا في النقطة الخامسة ينصرف ابتغاء مرضات الله ثم لمصلحة الأجيال القادمة وطراب هذا الوطن تمام أيضا الدكتورة الإعلامية الفاضلة أيها السادة المشاهدون الأمر لا يقتصر في ازدياد معدل الأسعار على سعر الفاكهة فقط هل أنتك عايز تقول أن ارتفاع مستوى الأسعار على جميع المنتجات؟ المنتجات الزراعية المتمثلة في الآتي الفاكهة والخضروات والمحاصيل وكافة المنتجات الزراعية بس حضرتك زادت قوي مصبوط ما هو فيه ارتفاع في مستوى الأسعار في كل المنتجات مصبوط وده نتيجة أسباب كتير جدا حياتك سرطت منها جزء كبير وفيه جزء كمان آخر خاص بانخفاض العملة وما إلى ذلك لكن حضرتك الفاكهة دلوقتي بقت مشكلة كبيرة يعني زادت بنسب عالية قوي فيه حاجات زادت نسبة 100% ده اللي أنا قصده يعني إذا كان المستوى العام بتاع ارتفاع الأسعار لمنتجات كلها زادت بنسبة 20-30% الفاكهة ضعفت مصبوط فعلشان كده هم نتكلم عن الفاكهة مش الفاكهة الوحدة فيه أحد الشباب دلوقتي بيقوله انه شاف البطاطس ب15 جنيه وب13 جنيه سعر كيلو البطاطس اللي بيعتمد عليه المواطن المصري ب13 جنيه خلينا نتكلم فيما يتعلق بالأسباب التي دعت الأسباب العلمية والموضوعية التي دعت إلى ارتفاع معدلات الأسعار في هذه الأمور وقد نتطرق إلى كيفية معالجة هذا الأمر ليس على المنتجات الزراعية فحسب ولكن على كافة المنتجات الاستهلاكية ومستلزمات الحياة اليومية للمواطن المصري وللأسرة المصرية دا كلام سليم هو دا حضرتك اللي خلى إن أنا رحت العبور وشفت كيلو الفكهة بكام مش صعب إن أنا أعرف الأفز في الجملة كام ما كنت موجودة هناك والحج محسن المرة الجاية نروح هناك فلاقينا حضرتك إن الأسعار مش صعب علي إن أنا أحسب سعر كيلو ومش صعب علي إن أحسب نلون يعني من صعب علي إن أنا أعرف العربين نقل كم كرسي وبتحط فيها كم قفص وده سهل علي جدا حضرتك حتى بحساب هذا الفرق ما بين سعر الجملة والسعر النهائي رهيب وقبل ما أخذ الرد من حضرتك وأرجع أسأل حاج أنا هطلع تقرير تشوفوا حضرتكم في الشارع ونرجع دين ابقوا معنا اشتركوا في القناة في الأسابيع الماضية شهد الشعب المصري زيادة متسارعة في أسعار الفاكهة مما جعل الحصول على متطلبات البيت لبعض الطبقات شيئا مستحيلا والطور البعض لتقليل كميات الشراء ولذلك أطلق المصريون حملة لمقاطعة الفاكهة أملا في حدوث أي تغيير في الأسعار سيبوا الفاكهة عن جل فاكهة أنا هي على ما تعفن غالية التباح بـ 30 و 25 والعنب بـ 20 والعنب المعبن بـ 15 و 12 الدين ما يتكلشي أقل لي حاجب أقل لي حاجب 15 جنيه البرتقان اللي كان بحاجب يتكلم عليه بـ 6 ونص الـ 6 ونص تغالية جايبة كيلو بلحة هوا مش جايبة أكتر أهو كيلو أهو وعندي 5 عياد أنا واحدة من الناس عشان معي أعايل واحد ممكن أجيب كيلو لكن اللي معاهم خمسة وستة يجيبوا منين ولا يأكلوا منين يا ما بني أقول لي يا ماما عايز منجة أقول له إيه أقول لنجيب اتنين كيلو وانت تاخده خوف ما ياخدش بصي كده حضرتك كده بصي أربعة كيلو أربعة بتلاتين جنيه أفضل واحدة كاما وافقة بكاما بـ 8 جنيه دي بـ 8 جنيه حرام ما لجيب إيش بكام وأكل بكام وأشرب بكام وأدفع إيجار كام الأسعار زائدة فعلا بس أنا ما كسبها هو هو يعني بيعت بخمسة جنيه أكسب ربع جنيه بيعت بطنشة جنيه الأول أما كنا بنبيع بيجنيه وبجنيه ونص كنا بنكسب لوقت إحنا على أسعار داد ما بنكسبش المصاريف تييلة الشجر والعمال والعربيات كل حالة نهارتها الكيلو يصر في 2 جنيه المصاريف و2 جنيه لو أنت هتبعها خمسة كيلو من السوق الكبير يصر في 2 جنيه عشرة كيلو يصر في 2 جنيه العربية كانت أخذ 200 جنيه دي جيتع تقصده 100 جنيه ونحطه بإنجابنا وعلينا فلوس في العجور في السوق ونحن نجيبها ولازم نجيب أنا ممكن أقاطع لكن مثلا معي عيال صغيرة بتشابه على حاجة طبعا تعمل إيه لما يكون طفله بيشاور بيقولك يا ماما هتلي منجا يا ماما هتلي عينب يا ماما هتلي تنتقل له مفيش هل الحملة دي فعلا مقليلة الإقبال على البيع عندك طبعا شايف الحل إيه عايزين يعني الأسعار تقل شوية مع زيادة الأسعار على كل من البائع والشاري ومع استمرار المقاطعة هناك تغيرات في أسواق الفاكهة في الفترة القادمة صارة مجدي أمنية مصرية ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومزيدا بنتكلم في أسعار الفاكهة حج محسن حضرتك شفت الأسعار بتاعة الفاكهة في سوق الجملة وشفت حياتك الأسعار اللي موجودة في التجزئة وربما كمان سوق الجملة يرمي على المزارع لو كنا كمان هنروح للقصة من الأول بس خلينا ما بين الجملة والتجزئة حضرتك بتفسر بإيه هذا الارتفاع الجنوني ما بين سعر البيع في الجملة وسعر الشراء في التجزئة أقول ساعدك على حاجة علشان نتكلم ونعرض مشكلة لازم العالم يتكلم فيها بأمانة طبعا يفهم أساس الخبار والفاكهة عرض وطلب زاد المعروض وقال للطلب بتنزل الأسعار قال للمعروض وزاد الطلب عليه أو الطلب هو هو هترتفع الأسعار الأسعار ترتفعت من العيد أو من قبل العيد بأسبوع ليه؟ ليه؟ احنا عندنا العمالة وتمثلة معظم العمالة فيها من 60% إلى 70% من أبناء الصعيد دي بتيجي بتشتغل الفترة ترى تربح شهور وبتنزل أجازتها قبل العيد الكبير خاصة بيروح يعود لعشر تيام في البيت فالفترة بتاع العيد قل المعروض في السوق بعد العيد بحوالي 5-6 أيام ومعظم الأسواق كانت شغالة وقال المعروض عشان العاملين مش موجودين يوصلوا ده عامل من ضمن العوامل عامل من ضمن العوامل مع حتك كده الفاكهة هتحمل لا 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 أساس هم نتكلم عن فاكه فلو هو العامل بقاله بسبوع ما وصلش الحاجة يبقى حالتك الفاكه عامل لا 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 مش موصلش الحاجة العامل اللي بيجني الصمار اللي بيجني الصمار اللي بيجمع للمزارع يعني اللي بيجمع للمزارع ما الفلاح ده مش بيجمع بإيده ما وبيجيب عاملات يبقى عاملات تشتغل فالفترة دي كان فيه أجازات بعد العيد بأسبوع عشرة قبلة بالعملات دي ترجع تاني حاجة احنا دلوقتي في 4-9 أو من بداية 1-9 الفاكهة المعروضة دلوقتي حاليا ساعتك شغالة من بداية شهر 5 سواء العنب المنجا الجوافة بتبدأ دلوقتي وتستمر لقدام شوية يعني كل ما هيجي الوقت عليها كل ما هيقل سعرها الرمان محصور رئيسي دلوقتي ونزلك أسعاره الخيصة البلح فيه أنواع من البلح حتك برضو أنا سؤالي أنا عايز أعرف ليه يتباع كيلو فاكهة بـ 8 جنيه واشتري أنا بـ 30 جنيه معنا أقولي ساعتك أكملك أنا أكملك فأصبح أنه هو المعروض السلع الغالية دلوقتي حاليا المنجا غالية والغالة فيه نوعين من الغالة بره موجود ده حتك الجوافة بـ 16 جنيه من أقولي ساعتك الجوافة اللي طول عمونا عارفين من هالسلع الغالة ما أقولي ساعتك أو فيه نوعين من الغالة موجودين بره فيه أسواق لو دخلت أسواق اللي هي المجمعة اللي في المناطق الشعبية هتلاقي كيلو المنجا فيها يختلف عن واحد تاني بيبيع في المنطقة حارة التقرير لعمناده منطقة شعبية في مبابة عارف أنه ما أنا شايف الوضع اللي موجود فيه هنا فيه فرق سعر كبير بيبقى موجود بين الجملة وبان التجزئة المفروض كيلو اللي الرجل بياخده من عندي بـ 6 جنيه أو بـ 7 جنيه أو بـ 8 جنيه ده بيصرف عليه حوالي 2 جنيه كويس عليه والمفروض يكسب لما نقول الكيلو ده بـ 10 جنيه بقى الرجل مش نقوله يكسب أقل من 20% بقى فرد يكسب عليه 2 جنيه يبقى المفروض لما ياخد حاجة بـ 8 جنيه المفروض البيع يبيع حامل 11 إحنا بقى النقطة دي محتاجة شرح أنا مضطر أطلع فاصل أطلع فاصل دي وأرجع الفاصل ده لازم أطلع ابقوا معنا ده الأداني ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ونكمل حساب كيلو الفكهة قلنا حضرتك إن كيلو الفكهة من تاج الجملة بيزيد 2 جنيه نولون لأ مش نولون بس نولون وتكلفة نولون تكلفة وهو كمان ياخد له 20% فلو كيلو بـ 8 جنيه يكلف 10 جنيه ياخد له 20% هامش ربح يبقى يبيع الكيلو بـ 12 جنيه من 11 لـ 12 جنيه طيب حضرتك هو بيبيعوا ليه بقى؟ فيه ناس بتبيع بـ 11 وـ 12 وفيه ناس بتبيع بـ 20 وـ 25 وفيه ناس ممكن تبالغ في الأسعار ده هنا فيه سوق سلوك موجود من بعد تجار التجزاء الموجودين يعني هل شايف إن ده جشع تجار آه فيه جشع من بعد تجار التجزاء الموجودين ولكن فيه نقطة عايز أوصلها لساعتك اتفضل المحصول السنالي وهنا فيه مشاكل بتحصل ساعتك اتكلمت كلمة دلوقتي في المقدمة مع ساعتك قلت الموز السنالي كان كويس ورخيص فعلا وإحنا قلنا كده ده الفكرة رخيصة وببيلة وتمام التمام الموز بالأسعار اللي اتبعت بيه ده خرب بيوت الفلاحين السنالي اللي اتبع بها الموز طب هو اتبع بسنالي ده ليه؟ عشان عرضه كان زيادة ساعتك فدان الموز بيتكلف من 90 لـ 100 ألف جنيه من 90 لـ 100 ألف جنيه ما كناش لقيين تلاجات تدخل فيها الموز وده 2 جنيه ونص وده 3 جنيه وده 3 جنيه ونص اتدمرت ناس اسمح لي يا حاجة ما يمكن ده عشان الفلاح ما بيتبعش لا يتبع دورة زراعية لا لا لو بيتبع دورة زراعية ما كانش كلهم يزرعوا موز تمام أنا أكلم بقى ساعتك هنا ليه؟ المشكلة في ايه؟ فضل لما حصل الموز الدع بالأسعار دي كده السنة دي السنة جاية هتلاقي كمية الناس اللي زرعت الموز خسرت خسارة الفلاحين لا ما يقدرش على فلي بيزرع 40 فدان زرع 20 فدان فهتبص هتلاقي العرض بتاعه يقل ويرتفع سعره فإحنا بنتكلم في ايه؟ المفروض أساسا عشان نحل المشكلة من أساسها لازم المشكلة نعرف بدايتها بدأ من يلو وتنتهي فيه علشان يبقى الأمور لاحل ومشانا نبقى فرحان لما كده البطاطس يتبع بتسعين قرش وبجنيه ده أنا ببقى حزين ليه؟ دلوقتي البطاطس اللي بتتبعها دلوقتي سعادتك اللي موجودة اللي متخزينة في التلاجات لأن البطاطس دي عير واشتوية فاللي موجود دلوقتي البطاطس دي حمنا كلها كلها دلوقتي موجودة تبريد محفوظة في التبريد وبتتبع جملة من 6 جنيه لـ 6 جنيه ونص الكيلو ولما تلاقيها بالسعر من 6 جنيه لـ 6 جنيه ونص جملة ده سعر مش مناسب ده أكتر من المناسب يا دبك يوفرش الفلاح حاجة حاجة 6 جنيه ونص جملة حط عليها الـ 2 جنيه نولون بقى 8 ونص نضرب في 20% بحوالي بكتير قوي 2 جنيه يبقى من 9 جنيه لـ 10 جنيه من 9 لـ 10 جنيه من 9 لـ 10 جنيه هنا في بعض الناس التجار التجزئة بيبيعوه بـ 12 و 13 ولا بكلام ده كله الناس بيشيكي منه زي التقرير ما بيقول سعادتك هنا مفيش ركابة عليه سعادتك علشان نقول مفيش ركابة عليه مفيش قانون أصلا يحكم أو يدي سلطة للرجل التموين أو للرجل المسؤول أنه هو يفرض عليه عقوبة طالما حاطط إعلان وسبق أنا طلحت قبل كده وقلني يا جماعة نحط تسعيرة استرشادية مش تسعيرة جبرية ونقول المنافسة احنا فعلا صوح حر وبيحكمني المنافسة والعرض والطلب ماشي ولكن في حاجة الحاجة ساعتك ده بتقولي تكلفتها كم؟ 8 جنيه بيع من 10 إلى 11 يبقى أنا بقول حاجة نحط السقف من 25% لـ 30% ها مش ربح وتبقى 30% لـ 25% دي ها مش الربح دي هي اللي تنفس عليها أنا وساعتك أنا أخذ 20% بس ساعتك يا أخذ 25% خدتبال ساعتك معايا يبقى أنا المنافسة في كده يبقى أنا مش بعمل جبرية حياتك شايف أنك هنده تقابل التطبيق؟ ده عشان تاجر الجاشع بتاع التجزية بيقدر يقدر يقدر تحاسبيه لأنه هو برضا عنده بردارات الحديث اللي أدل به الحج محسن وهو ذاباع طويل في هذا المجال أي فرح؟ منذ ما يزيد عن 30 سنة طبعا أنا أثنى عليه وأتكلم عليه في صياق حديثي تكملة لما بدأت طبعا وقفنا عن ما هي الأسباب والمبررات الموضوعية والعلمية التي دعت إلى ازدياد ارتفاع معدل أسعار المنتجات الزراعية كلمة المنتجات تشمل كل ما ينتج زراعيا وحتى التصنيع القائم على الزراعة ابتداء من الفاكهة موضوع الحلقة ثم الخضروات ثم الحاصلات ثم الأمور المترتبة على صناعات المنتجات الزراعية هذه الأمور التي دعت إلى ذلك أيها الإعلامية الفاضلة عبارة عن 11 نقطة النقطة الأولانية هي ازدياد معدل التعدي على الأراضي الزراعية سواء كان بالبناء أو بالتبوين فده بيخلي المعروض من الخضار والفاكهة أقل أدى إلى أن المزروع وأن المساحة الزراعية في مصر أقل فالمعروض أقل التي كانت محددة قد تقلصت في معظم محافظات مصر وليست محافظة واحدة استغلالا للفترة التي مرت بها ثورتين مصر العظيمة 25 يناير و36 والفترة التي لم يكن فيها هناك تحكم في هذه الأمور واحد اتنين ارتفاع معدل قيمة الانتاج التي يتكبدها الفلاح للصرف على زراعاته أياتها الإعلامية الفاضلة أيها الجمهور المحترم أيها الرئيس المحترم فلاح مصر الذي كان يتسيد الموقف الآن يعاني حجم تكلفة ضخمة جداً لم ينظر لهذا الفلاح سواء في تأمينه الصحي أو تأمينه الاجتماعي أو تأمينه العمي بعد إذنك لا ملوش حلقة بزات أسعار الفتحة ولا الخضار يعني التأمين ده دي طلبات للفلاح طلبات لمواطن مصر أنا لو مش مستريح مش هنتج يا أستاذة لا يا فن لا أختلف مع حضرتك أنا لو مش مستريح مش هنتج الفلاح لو مش مستريح كل الفلاح هو عمود الانتاج في المجتمع المصر هو فقرة هو العمود الفقري في هذا المجتمع ده كلام سليم يا فن الفلاح هو اللي بيأكل الغفير وبيأكل الوزير ده كلام سليم أنا مش معطرد عليه بس الكلام ده أنا مش هقدر أحبطه نقطة من الحداشر في زيادة سعر الفكهة حاليا ليه لأن دي طلبات مواطنين مصريين موجودة بس عند الفلاحيين عند العمال دي لها حلقة أخرى لكن أنا بس أل حياتك سؤال النهاردة ليه إحنا سعر الفكهة ما بين التجزئة والجملة هناك هذا الفرق الشائع الشاسع يعني أنا خلاص سبت برحلة الفلاح أنا بتكلم ما بين الجملة والتجزئة أنا ما دخلتش الدائرة التالتة أنا ما دخلتش دائرة الفلاح فخليني يا حضرتك أتكلم ما بين الجملة والتجزئة من منظور علمي تأصيلي أن العام القادة الأصولية بتقول أن العام يؤخذ على إطلاقه ما لم يخصص بمعنى أن لو ما جبتش المشكلة من أساسها مش هصل إلى نتيجة عشان حضرتك تقدر تحكومي سعر المنتج النهائي للفلاح اللي هو بيزرعه ما هو أصل العملية المزارع من أهلنا اللي بيزرع الفكهة اللي بتوصل لإيد حضرتك وإيدي وإيدي الغفير وإيدي الوزير لو ما تطرقناش أيضا الدكتورة إلى هذا وإحنا بنعالج أنا قلت لحضرتك أن أنا أخذ الكلمة رسالة ابتغاء مرضات الله أولا وأخيرا ثم لصالح طراب هذا الوطن ومستقبل الأجيال القادمة لما بنتكلم عن مسألة فاكهة ما أنا سهل قوي أن الساعة وربعة أو الساعة ونص بتاعتنا نقول فيها كلمتين أن المصريين يقاطعوا الفاكهة وما يكلوش فاكهة لمدة شهور وبنقصها وخلينا في الحاجات التالية أكيد مش دا الحل إنما مش هيبقى حل عملي حتة المخاطعة ما زي زي التقرير ما قال لما بنتي أو ابني يطلب كيلو مانجا هقول له لأ أنا ماشي هربط على معديتي هنربط العزام إنما العيال هنعمل فيهم إيه والولاد هنعمل فيهم إيه الناحية التانية اللي بيرتزق من أورا الموضوع ده يعمل فيه إيه الناحية التالتة المنتج ده اللي تكلف الفلاح يعمل فيه الناحية الرابعة الوسطاء الذين بين المشتري والمنتج هيروحوا فيه فعشان كده احنا بنتكلم بإسلوب علمي كيفية مواجهة هذه الأزمة منذ بداياتها حتى نهايتها حتى نستطيع أن ننهض بهذا البلد كان زمان قوي بيحصل إن كل الناس بتعمل إيه إن كل وزير بيجي يشتغل وبعد يجي الوزير البعض يهد ده ويبدأ من جديد ده احنا عايزين نبني عشان كده عايزين الأفكار تتكامل ولا تتشاجر فقد يكون هناك فكرة تخرج لبناء مستقبل هذا الوطن ولعل المسؤولين الذين يسمعوننا الآن يطبقون ما نقول أو يبحثون النقطة الثانية اللي أنا قلت لحضرتك عليها ازدياد نفقات الإنتاج من مبيدات ومن أسمدة ومن أدوات ومن عمالة على الفلاح حتى أن ما ينتجه الفلاح لا يوفي ثمن وبعد ذلك بالأقصاط المترتبة عليه أنا بقول لحدك أكله بطاة صليبا محسن كأحد أمناء سوء 6 أكتوبر الفلاح بيروح ياخد منه في بداية الموسم عشرين تلاتين ألف عبل ما يجي الموسم عشان العشرين تلاتين ألف يصرف بهم على أسرته ويصرف على الزراعة الموجود تخيل حضرتك على سبيل المثال لو حصل أن هناك عطب قد تم لسوء الأحوال الجوية أو أن هناك أمر مرض ألم بهذا الفلاح أو أن هناك أهمال أو صارقة إذن لن يستطيع أن يوفي بالالتزامات المترتبة عليه واحد اثنين لما نجي نشوف المسألة فيها شقين أستاذ أمنية أستاذ الدكتور أمنية فيها شقين الشق الأول يتعلق بالدولة والشق الثاني يتعلق بالأفراد والمؤسسات المجتمع المدني اللي يتعلق بالدولة هي كيفية دعم الفلاح كيفية المحافظة على الفلاح لما أنا وحضرتك نبقى مستريحين في بيوتنا هنقدر ننتج هنقعد هنا نتكلم كلام ينفع الوطن والمواطن مش هنقعد نتكلم كلام للميديا وللشوه الإعلامي الذي لا نقبله عايزة وصل لناحية التابعة أنا بسماد إذنك عشان بسماد أنا مش مختلفين أنا وحضرتك بس هو خلاص أنتك أنا باتكلم هو أنتك وعنده تكلفة إنتاج عالية جدا مظبوط وفعلا كلام حياتك سليم جدا وإنه أكيد فيه مشاكل كثيرة واجهة الفلاح وإحنا عملنا حلقتين قبل كده على المشاكل الفلاح وناقشنا الطماطم وناقشنا نقيم الفلاحين جالنا ده كلام سليم جدا للمربع الأخير لحضرتك المربع الأخير بعد ما كمل بس بقية النقاط أن إزاي الفجوة زادت ما بين المنتج حين يباع لدى تاجر الجملة وتاجر التجزاء بعد ذلك وهنقول كيفية معالجة ده علميا وعمليا وقانونيا هنقولي الكلام ده الناحية التانية اللي أدت إلى اتفاع معدل الأسعار هي ازدياد نفقات النقل من وإلى في المناطق اللوجستية تحديدا حتى أن السيدة الفاضلة الدكتورة وزيرة التخصيد قد أشارت إلى ذلك في إحدى لقاءتها في مؤتمرات الشباب النقطة الرابعة اللي هي قلة الإنتاج ترتب على الأمور التلاتة الأولينية قلة العرض قلة الإنتاج نفسه قلة المندج اللي طالع من الأرض أصبح فيه نظر أو أقل عن السنة اللي فات النقطة الخامسة عدم وجود سياسة زراعية واضحة فيما يتعلق بما نريد وما يزرع ونفقاته وكيفية تسويقه وسعره ومدى الاستفادة لشركاء العملية الاستهلاكية من هذا الأمر النقطة السادة نحن يا حضرتك ناخد مكالمة معانا سعاد من الجيزة أهلا يا سعاد تفضلي أهلا يا سعاد تفضلي ألوه أتفضلي يا فن تفضلي أنا مع حضرتك اتفضلي ألوه ألوه أيوه تفضلي يا فن أنا معاك يا فن انا بحب حضرتك اوي والله ربنا يخليكي ده من حظ الحلوة اهلا بيك انا دلوقتي انا جوزي بيبيني 100 جنيه وما بعرفش اجيب ايه لعيالين عندي عيالين احنا ببنشوفش بنجيب الجواقة 17 جنيه والعناب بعشرين جنيه ببنشوفش الموز اصلا والدنيا صعبة جدا والله واحنا فاكهة غالية جدا احنا ما بنكونش فاكهة اولادي بيسيبوا مني المنجة غريت وانا والله انا بقولي حضرتك يا ريتها برنامجة كده يعني شوفي لنا حد بقى في التموين ولا كده حد يخروف لنا بقى المشكلة دي ما احنا النهاردة عاملين حلقة دي عشان حد يشوف لهم مشكلة دي حاضر مرسي يا سعاد شرفتينة تفضلي فانت اعود فاستكمل النقطة السادسة فيما يتعلق بازدياد معدلات ارتفاع الاسعار لاسعار المنتجات الزراعية جمعة النقطة الستة هي الاصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي والتي ينتج عنه عادة في كل الدول ارتفاع معدلات التدخل اذا المسألة بهذا الشكل ظاهرة عالميا فيما يتعلق بالدول التي تقوم باصلاح اقتصادي بيزداد معدل التدخل وبالتالي بتنتفع الاسعار لان احنا في ظل الرئيس يعاني مع شعبه فترات تراكمات طوال ما يصل الى خمسين عاما او يزيد فيما يتعلق بعدم اتخاذ الاجراءات القوية للاصلاح الاقتصادي انما رغم ايمان الشديد بانا انا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مثلا حوالي عشرين مرة رغم ايمان الشديد وايمان بعض الصفوة بان ما يحدث في مصر الان هو علاج مر نعم نستطيع ان نتحمل هذا العلاج المر ولكن اياتوا الاعلامية الفاضلة لا يستطيع جيل واحد ان يتحمل فاتورة ستين سنة الغلاء ده كله لا يستطيع جيل واحد ان يتجرع العلاج بهذا الشكل انا قلت من عند حضرتك من هذا المنبر قبل كده ان نحن حريصين على ان تستمر هذه القيادة الحكيمة حتى تستطيع ان تتقدم بالمشروعات العملاقة التي تمت والانجازات التي تحققت على ارض الواقع اول مرة نشوف رئيس ما يقولش انا هعمل انما نفاجأ بانه بيفتتح انه عمله وزي ما قلت من حضرتك انما عايز اكمل لدكتورة في ان اتعلق بالجزئية دي انما ما ينفعش جيل واحد يتعمل فاتورة ستين سنة وحيدك لازم ناخد خطوات في الصح الاقتصاد ما نجيل حضرتك فيها لازم يبقى فيه كان الرئيس جمال عبد الناصر بيعمل ايه الرئيس جمال عبد الناصر جاء فيه فترة حرجة بعد احتلال حيث انو كان الرئيس جمال عبد الناصر قام بهذه الاجراءات الاصلاحية من حوالي ستين سنة ما كانش بقى ده حالنا احنا اللي حصل يفاننا عادنا ستين سنة مفيش ولا حد قام بأي اجراءات اصلاحية فبالتالي احنا النهاردة وضعنا صعب بالامانة التاريخية ودي امانة تاريخية المصالع العملاقة التي انشأت في هذا العهد كان فيها بعض العطايا حتك هي مصر لما ممسكها بعد اذنك هي مصر لما ممسكها الرئيس جمال عبد الناصر كانت بهذا الوضع المزري لما ممسكها الرئيس سيسي بس شكرا انما انما تعمل ايه بجانب هذا الامر والمشروعات العملاقة صدر قانون الاصلاح الزراعي ادى لصغار المنتفعين وصغار الملاك قطع اراضي زراعية تزارع يقطاتوا منها كانت الوظائف تخصص للصف واصبحت للكل خلينا ننتقل من الناحية دي الى النقطة اللي جاي بعد كده زيادة اسعار المحروقات في الفترة السابقة ادت ايضا الى ارتفاع الاسعار ليس في المنتجات الزراعية يا دكتور معلش ارجوك احنا يا فندم اسمح لي بس ما احنا خلاص حطنا النونون اتنين جنيه يا فندم الاسعار زادت والنون زاد وتكلفة الزراعة زاد اريحك في النقطة اللي جاي خلاص يا فندم الكلام ده كله انا عرفها والله اريحك في النقطة اللي جاي اتفضل عدم موجود قانون ودي النقطة الاهم لضبط السعر وتحديد همش الرمح النقطة التاسعة عدم موجود سيطرة ومراقبة للأسواق خاصة فيما يتعلق بحماية المستلج وفيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني التي ينبغي أن تراق الفجوة ما بين المشتري وما بينه النقطة العشرة اللي أنا قلت لحضرتك جشع بعض تجار التجزئة فيما يتعلق بتعالية السعر على المواطن واحتكاره النقطة الحضاشر والأخطر هي عدم صدور قانون حتى الآن يضبط الأسعار فيه كلام كتير دكتورة أماني حول التسعير الجبرية ومدى جدوها من عدمه إنما اسمحي لي لابد أن يكون هناك مراقبة للأسواق حضرتك النهاردة وأنا وأي حد من الجمهور أو المواطنين لما بيدخل محل يشتري تلاجأ أو غسالة أو متجاز مثلا ما بيعرفش دي التاجر ده اشتراها بكام وبيباحها بكام وهم يشربح فيها كام وما فيش رقيب عليه انت بيعتها ليه بكام الأخطر من كده إحنا محتاجين مسألة المراقبة دي فيما يتعلق بهذا الأمر إذا ما تمت هذه الأمور مجتمعة ولدي علاجات أنا قلت أسباب المشكلة حضاشر سبب إنما علاج المشكلة لدي بحث فيه في هذا الأمر طب نتركه دلوقتي قولي حاجة حزب خلينا كده نكمل مع حضرتك أنا معاك دلوقتي طبعا كل الأسباب اللي قالها دكتور محمد الأجرود هي اللي تسببت إن كيلو فاكت باع بثمانية جديدة من المزارح أنا وصلة هنا وعايزة أكمل حلقتي من هنا وحضرتك قلت إنه مثلا لو فرضنا أنه بثمانية جنيه أي كيلو فاكتها بيتحمل اثنين جنيه سواء سعر كيلو فاكتها ده ثمانية ولا عشرة ولا خمسة وبناء عليه فيه عشرين في المية مكسب حضرتك أما عادنا مع تجار التجزئة لقينا اللي يقولك أنا بدفع إيجار خمستاشر ألف جنيه في الشعر لقينا اللي بيقول طب أنا بحط المنتجات بالأسعار دي وببيع لقينا اللي بيقول اللي مش عاجبه السعر ما يشتريش طب هل هو ده اللي حضراتكم شايفينه في الغرفة التجارية سليمه بص يا أستاذة والي صعدك على حاجة عشان نيجي نتكلم ونقولها الحاجة دي عايزة نبيحها بكام لازم الأول ولا نبقى سعاداء لما الحاجة تتباعها بثنين جنيه نعرف إن الحاجة بتتباعها بثنين جنيه دي الوقتي إن بعدها بثلاثة ربع شهور لو كانت خضار هتبقى كارسة وتحصل للعكس عشان الفلاح مش هزرحها تاني مش هزرحها تاني والعروة بتاع الخضار دي بتاتي تتأخد من سبعين لتسعين يوم فهتبان بصرع ثلاث شهور ما فيش التزام بالضرع الزراعية مين كدينك كلا؟ ما أقول مش مسألة التزام بالضرع الزراعية إحنا شعب بنزرع عشوائي ساعتك الطماطم السنة اللي فاتت في نفس الموسم وصل مئة وسبعين جنيه ومئتين جنيه لأفص في نفس المعاد من السنة اللي فاتت اللي حصل إيه السنة دي؟ المفلاحين والمزارعين حجزوا البذرة بتاع الطماطم الاني تلاتة وعشرين دي اللي بيزرعوا اللي كان بتطلع في هذا التوقيت وكل الزرع الزرع ألاف الأفدنة إيه اللي حصل فيها؟ في بعض البذور فيها ما انتجتش الفلاحين أكتر من 2700 فدان فوادي ناتورون انتدمروا والفلاحين انتدمرت ليه؟ لو كان نجحت المحصول ده بالكامل كانت تمطل البعض بخمسين قرش الكيلو وكانوا عدمها في الأرض لانا ما كانتش يجيبنا إليها فإحنا عايزين نعمل إيه؟ إحنا شعب بنستهلك كم طن في السنة انتاج مثلا من البطاطس وبنصدر كم طن في السنة عشان نشتغل بطريقة علمية وينفيد الناس والفلاح ما يتدمرش والمواطن ما ياخدش الحاجة غالية أو ياخدها معدومة يبقى إحنا بنشوف منعز كم ألف طن أو كم مليون طن تستهلكوا البلد في السنة بطاطس يتم تحديده وزرحته وما يزرحش أكتر منه وكام طن تستهلكوا البلد وكام طن تستهلكوا البطلوب إلزام الفلاحبي وكام طن يتم تصديره يبقى لما بلزم الفلاحبي هيبيعه بالسعر المناسب اللي هو يجيب تكلفته الفعلية وهامش الربح اللي موجود ليه والهامش الربح اللي يضفه بيعة التجزئة عشان يغلق هل هناك السيطرة على الأسعار يعني حالتك كنت أشرت الموضوع اللي يكون فيه القابة على الأسعار ودكتور محمد الأجمودي أشار إنه لابد أن يكون فيه تسجيرة ولو استرشادية ما أنا أقولي سعاتك هنا بقى حاجة عشان هنا بقى فيه ما أنا أقولي سعاتك أقولك عليها حاجة أنا لما هزرع الكميات اللي مطلوبة اللي اتغطي البلد ولا زيدة ولا نقصة السعر هيفضل الزي بتغزب عن الكل حتى لو مفيش تحديد للتسعيرة لأن المنتج اللي أقولي سعاتك التماطم دلقة معروضة سعرها مناسب يعني التماطم النهاردة سعرها مناسب بتتبع من أربعين جنيه لسبعين جنيه وسبعين جنيه وسبعين جنيه يعني الكيلو من اتنين جنيه لثلاثة جنيه ونص جملة يعني ده سعر يا دوبك ويجيب التكلفة الفعلية بتاعته ويحقق هامش الربحة ما تحققش هامش الربحة طب حدك ايه رأيك في رأيي اللي بيقول وده برضو عايزة ااخد رأيك يا دكتور محمد وده تقال من تجارتك زيئة كتير احنا ممنقدرش نغلي الاسعار في الخضار لأن الخضار بيشتروه كل يوم لا يمنا يا أستاذ لا أستاذ معلاش يا أستاذ انت بتكاليه برضو على الفكرة انت في شهر تسعة النهاردة اربعة تسعة يا أستاذ معلاش واحنا بنتكلم على الغالي ايه الغالي المانجة ستة تسعة المانجة والمانجة ديش اغالها من شهرة خمسة الجوافة 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 بستاشر جنيين العنب والمدام تكلمت بصبع تاشر من هقولي ساعات يبقى الحاجات دي كايهل اسعار عالشاشة بين يا أستاذ بقى الحاجات دي حصل ايه الالسنة دي المعروضة كميات المعروضة الفدان ما جبش انتاجية خمسين في المية الفدان من سوق الاحوال الجوية ما جابش انتاجيته 50% فالمعروض ده قليل تاني حاجة الموسم بتاع الحاجات دي انتهى المفروض ان انتهى من 1-8 فالحاجات اللي موجودة دي كلها متأخرة ساعات كنت لو جبت النهار ده كده لأينا بالبناتي ومسكتي عن قدر أينا بكده هيفرض كله في ايديك لان هو بيعاده فات جني ومنبدري ده سلعة منتهية كيفية القضاء على جشع التجار من غير ما تقولي حياتك قانون لان ده عكس الاقتصاد الحر وانا استاذ الجامعة فمش هقدر اقولك الكلام ده ينفع الاقتصاد الحر عرض وطلب فانهار ده عشان تعمل تسهيرة جبرية بس اوقعت عشان مش جاي على اول كلم حضرتك الكلام فحضرتك انا بس اسؤال محاول للوقتي حضرتك خلاص احنا ما بين التجزئة طبعا الحاجة محسن شرحنا المشاكل اللي بيقابلها الفلاح المصري وهي مشاكل حقيقية بالكامل وحدك اضفت جزء كبير منها هو عندنا النهاردة الفرق ما بين سعر الجملة وسعر التجزئة في ظل اقتصاد حر هذا الاقتصاد لا يدعم نظرية التسعير الموحدة ايه اللي ممكن المواطن يعمله اللي ممكن تعمله الدولة في الوقت الحال للسيطرة على هذا الجشع في المنتصف اهو ده الكلام اهو ده الكلام فعلي من كلام حضرتك اخذ واقول ان علاج هذا الامر يتعلق بمستويين للعلاج المستوى الاول يقع على عاتق الحكومة التي شكلها المهندس مصطفى ايه مدبولة ايه والامر الثاني يتعلق على المشتري وعلى المؤسسات المجتمع المدني الدولة في هذا الامر ممثلة في الحكومة لا بد وان تطلع بنقاط خمس من وجهة نظري ارى انها مهم الامر الاول يتعلق بانشاء برصة للاسعار لتحديد السعر المناسب وعمل موازنة ما بين ما هو منصرف حتى يصل الى يد المستهل ومراقبة هذه الاسعار هينصف تاجر الجملة وهينصف تاجر التجزئة وفي النقاية هينصف مددية اوي انا متاجر التجزئة انا اقورة كمان والله وعايز اقول لحضرتك ان في بعض الدول عملت الكلام ده زي انجلترا وزي اليابان عملوا ايه حطوا هامش ربح 20% على كافة الامور المتعلقة بالمنسوجات والاقمشة والمسائل دي على كافة الحاصلات الزراعية والمنتجات الزراعية حطوا هامش ربح 25% لملافات العطبة الذي قد يصيب الفكهة او الخضار من جراء طرقهما يوم او اتنين الناحية التانية عشان تعوض تاجر التجزئة او تاجر الجملة فيما يتعلق بذي المثال اذا النقطة الاولى من وجهة نظري التي تقع على عاطق الدولة هي انشاء برصة لتحديد ومراقبة الاسعار ده تمام الامر الثاني مما لا شك فيه ان القوات المسلحة المصرية تقوم بدور مهم فيما يتعلق بالسيارات ومنافذ البيع بتصل على مستوى الجمهورية منافذ البيع دكتورة امنية الى حوالي اثنين وثلاثين الف منفذ مش كفاية لا بد ان تقوم الحكومة بانشاء منافذ للبيع اكتر اكتر للقواء على جشع التجار ومحاربة هذا الامر جشع بعض تجار التجزئة وفي نفس الوقت مش هيقدر يزود على المواطن اللي هو في النهاية الضحية الامر الثالث والاهم في هذه الجزئية يتعلق بزيادة الانتاج لتوفير السلع لازم نشوف ايه اللي ممكن يتعمل عشان نقدر نزود الاراضي الزراعية اللي قال عليها السيد الرئيس واللي بدأ فعلا توزيعها بمئة الف فدان وبدأ انتاجها وفي نفس الوقت تنوع هذه الاراضي في زراعة الخضروات والفاكهة والمحاصيل حتى نستطيع الاكتفاء الزاتي خاصة ان فيه كلمة سياسية مش قادر انساها لما قالها هنريك سينجر من حوالي 30-35 سنة ان انتاج القمح ليس مشكلة زراعية ولكنه مشكلة سياسية ايه لان احنا لو ما قدرناش ان احنا نملق قوتنا هيصعب علينا ان احنا نملق قرارنا لانه بيقصد على المستقبل الناحية الاختر من ذلك انا مش قادر انسا مش قادر انسا وهولها في نهاية الحلقة ان مصر دي كانت سلة غلال الارض مصر التي اكلت العالم وقت المجاعة في عدد سيدنا يوسف فكانت خزائن مصر مملوئة ويوزع الخراج على مستوى العالم والمنطقة التي موجودة انا زيك انا متفقل ان الايام دي هتيجي واقولها في نهاية الحلقة لان المسألة مش رمضية ولا سوادية ايه انما ان هي الا فاترة في مسألة اصلاح وخنقه ثم سرعان ما تمر عايز اوصل لبعض كده ان الحكومة يجب ان تتدخل لضبط الاسعار عن طريق المنافذ اللي انا قلت عليها وعن طريق مراقبة السوق ان حيثك عايز تقوي المنافسة التابعة للدولة وعايز اقول بقى لشق التاني انا كلمت على الشق الحكومة طب الشق اللي يتعلق بالمواطن المجتمع المدني ممكن نتلع نشوف تقرير ونرجع ابقوا معا اشتريت فكه حضرتك اخر مرة امتا يعني كان من حوالي الاسماء اللي فات كان العنب كان ب13 و15 والاسعار غالية جدا اخر مرة من شهرين فات وكنت نشارك كيلو الجوافة على خبص 10 جنيه كان قابل العنيات احنا من شبرة بايس الكيلو الواحد زيادة 10 جنيه عن منطقة تانية عن بتاع عن سوق العبور عن هنا اكتر كمان من 10 جنيه اكتر من 10 جنيه طب مين المستفيد في الحتة انا عايز افهم اللي بيبيع بيبيع على كيفه واللي بيشتري بيضطر غصبا عنه لو هو محتاج الحاجة اللي بيشتريها من بارح انا شايف التين وانا ماشي ب12 جنيه اتنين جنيه بسبعة وثمانية واثنشر جنيه ليه كل ده يقولك الكيماوي المويدات النقل البنزين طب الناس باش تاكل حرام بلع غالي خمزة جنيه كيلو غالي اه دي بس هو ده توب انا توب انا كده اقولك اجيب لك منجا منجا البدج جراء اجيب كيلو ب25 جنيه كل ما اجيب فاك امصر الاسعار ما باشتريش ما فيش حال اشتريها شارك كيلو موت ب15 جنيه ده حرام برضو كيلو موت ب15 جنيه ومش مكمل كمان عشا موزايد ب15 جنيه دي اخر ما انا شايت فاك ومش الشراء تاني ان شاء الله جينا لحضراتكم مرة تانية ونكمل الكلام مع الدكتور محمد الأجرود حيث كنت بتقول ان احنا بنشوف الحلول اللي ممكن نسيطر بيها على الفرق ما بين سعر الجملة وسعر التجزئة لما فيه صالح المواطن وحدك اشارت الاهمية ان يكون في برصة للمنتجات الزراعية عموما سواء فاكهة او خضار او خلافة والحاجة التانية حيثك اشارت اليها ان احنا نزود المنافذ الحكومية التابعة للدولة لان دي هتخلي تنافس هيقبر التجار الجاشعين على تخفيض الاسعار مزبوط اي جماني فان احنا قلنا الخمس نوع الدول بما فيهم مسألة مراقبة ضبط الاسعار بما فيهم اصدار تشريع يتعلق بالمسألة دي ما هو انا بحكم مخالفتي وتربيت القانونية مش هقدر انساها دكتور طبعا طبعا الشق التاني اللي يتعلق بمسؤولية المواطن ومؤسسات المجتمع المدني رقم واحد ضرورة ضرورة واقصد الالفاظ التي اقولها ترشيد الاستهلاك النهاردة في بعض دول اوروبا بيروح يشتري نص كيلو نص كيلو تفاح مش تري شقة بطيخ واليوة الله اه انا مش لازم اخذ خمسة كيلو يبوص منهم ثلاثة كيلو وبعد كده عيالي يستهلكوا اثنين كيلو لقا ما تحلين اخذ على قد واحد اثنين انشاء جمعيات تعاونية وبعضها موجود بالفعل لمواجهة جشع تجار التجزئة اه نحيطك يرجع تيني جمعيات تعاونية اللي كانت في السادق فلاكية تابعة لوزارة التموين قد خلت هذه الايام من الفكاة لازم سؤال اسأله ليه فاند المسألة وراها علامة استفاهم لازم انا حضرتك نبحث فيها انا مش هتطبق قاعدة سوق الظن ان هناك موفية لمحاولة التحكم في هذه الاسعار حتى يكتو المواطن السنة اللي فاتت كان كيلو الطماطم اعلى من سعر كيلو تفاح ايه لما جي النهاردة الاقي التفاح ضرب بالشكل ده بـ 38 و 48 المستورد وكلام ده عن المسائل دي هل انت شايف المستورد مش هنبسله ان المستورد ده خلينا في البلد بـ 18 جنيه خلينا في البلد ما فيش بلد يا بي دلوقت معاتش معاتش في بلد يا بي دكتور دلوقت وعن القضية التفاح للاخضر ما بقاش موجود يبقى النقطة التالية لا موجود مستورد مستورد لا الاخضر المصري ما فيش مصد دلوقت لا الاخضر مش مصري وانتو بتتكلموا على اسعار فكهة واضح فكهة برضو احنا بفصل بوقتي بوقصل نهاية عروات نهاية عروات منتهية يعني نهاية عروات في الفكهة يعني حتك شايف ان الموسم اللي جاي هيبقى اسعار فكهة في حاجة ما هو ساعتك عايز اكمل المواطن والمجتمع المدني حاضر حاضر اخذ ايجابة دي ورجع لحالتك بقى نقطتين واسيب الحالتك اخذ ايجابة دي ورجع لحاجة اتفضل حاجة هقول لساعتك حاجة اتفضل 175 واثنين جنيه كيلو العناب ساعتك لو جبت نقله وجمعه من الارض للفلاح بس يسيبك بقى مصاريف راي وتسميد ومقومة الافات طول السنة ما تحسبيهاش خالص ويحسبيه من ساعة نتجمع وننزل عشان ينزل يتباع في السوق يتباع 175 واثنين جنيه كيلو ما جبش تكلفته خالص معاه يعني يتلف احسن ايه لناتك عن كده ان الناس قللت المقاومة فعندك سببين قللوا الانتاجية اللي معروضة في السوق السبب الاولاني وكلام بقوله وعرضته اكتر من مرة محدش بيهتمي بيه ان المبيدات بالذات في جمهورية مصر العربية ليس عليها ركابة ايه والمادة الفعالة بتاعتها ما بيجيبش نتيجة فالفلاح بيجيب المادة الفعالة وبرش الشجر بتاعه فما بيجيبش معاه نتيجة مفروض انا برش مرة في الشهر ما بيجيبش نتيجة برش مرة واثنين وثلاثة فلما برش مرة واثنين وثلاثة دي بفلوس قال لرشة بتاخده لها تلات اربح خمس تلاف جنيه طب الراجل ببصر ايه هيتكلف رشة وتسميت وباع العنق باتنين جنيه واين دول وزارة الزراعة فهنا همل وزارة الزراعة بس خالف معاه همل في الايه في المقاومة بتاع الارض بتاعته فلما همل في المقاومة الخصوبة قلت بتاع العنب فالانتاجية بتاعته قلت فالمعروض قل فارتفعت الاسعار بتاعته بالنسبة للمنجا جال اصابة سنادي اسمها العفن الهبابي قللت محصولها للمنجا السنادي ما جابتش خمسين في المية من انتاجها الهبابي دي جاي على الجرح ها فاصبح ده قلل برضو الانتاج والمعروض فاصبحت هي كانت غالية او مش غالية او يعني مناسبة للناس في الموسم الرئيسي بتاعها دلوقتي لما جدها في اخر الموسم والمعروض منها قليل ارتفعت فيه الاسعار تعالي هنا بقى فيه سوق سلوك وفيه بعض الاستغلال من بعض تجار التجزيع بعض الناس منهم بتبرر مبررات والمبررات بتاعتها مش منطقية هو اي نعم فيه ناس اللي بتبيح في بعض الاماكن الراكية شوية او مستوى عالي شوية واحدة المحلات باجارات بالعشر تلاف والاثنشر ألف وثلاث هتبال ساعتك معايا باثنشر ألف وثلاثتاشر ألف في الشهر المحل فلما ياخد محل باثنشر تلاثتاشر ألف وراجل عايز محل بيدفع له تلاثتاشر ألف جنيه شهريا وبيدفع كهراء وبيدفع عمالة فعايز يكسب فبيعمل ايه؟ بيبيع الحاجة اللي شهريها بتمانية جنيه بيضربها في غرب عضعاف بيبيعها تلاتين وبخمسة وتلاتين وباربعين جنيه بيقولك المبرر بيتكلمه بيقولك المبرر بتاعي إننا راجل واخد مكان غالي وإنجاري غالي والعمالة غالية والوضع بتاعي غالي وده بيأثر على نحن كتجار في سوق الجملة ليه؟ لأن السحب عندنا بيقل عشان بيبيع أحنا عايزين الدكتور بيتكلم على برصة سلعية سوق الجملة بيعتبر برصة إحنا هنا سوق الجملة بيعتبر برصة محكمة بمعنى إيه؟ إن الخضار بيجو قدامي أنا ببيعه بالمزاد العلني بقول معايا كيام آخر كلمة ببيعه أيا كان المنتج ده متكلف على الفلاح تحديد السعر يا حاج محسن بينصرف ابتداء من حضرتك ونهاية بتجري التجزئة لما بقول برصة لتحديد السعر بقصد إيه؟ دراسة المسألة بما يتناسب مع إرضاء كافة أطراف العملية الاستهلاكية بما لا يضر الموطن ولا يضر المواطن ليه؟ لأن في النهاية ضحية ارتفاع الأسعار هم اتنين المنتج والمشتري المنتج اللي هو الفلاح والمشتري اللي هو في النهاية بيحصل على السلعة بهذا السعر المرتفع اللي زي أهلين ما قالوا إن هما مش قادرين يجبوه من شهرين ومن ثلاثة ومن أربعة ماشي أكمل الكلامي بعد ساعتك بالنسبة عشان تحل المقى المشكلة دي ونكون واقعيين وفي حل منطقي وبقولك الحل ده من أرض الواقع أنا مزارع وفلاح قبل ما أكون تاجر أي فضل لازم الأول أول بند يتحط الكمية اللي إحنا مستحتاجين استهلاكها في البلد قد إيه ساعاتك إنت لما بتجي بتشتري القطن والدولة بتشتري القطن بتسعاره بقولك تكلفته على الفلاح كام وهامش ربحه كام ونستلمه منه بكام ومستهدف زراعة كام ألف فدان بنجي للأمح بنقول نفس الكلام عايزين أربعة مليون فدان خمسة مليون فدان هنزرع كذا ويتكلف كذا تجي للبند التالة السكر بنقول لتزرع بانجر كذا وفيه أصب سكر كذا عشان هناخده كذا هل البطاطس اللي هي تعتبر حاجة أساسية للمواطن المصر الفئية عايش عليها الفول النهاردة بخمسشير جنيه هل ده مش مشروع استراتيجي موجود لما يزرع بكميات كبيرة جدا وتتباع بتسعين قرش لمصلحتين ما يلناس أحجبت وما زرعتش وانا مش عايزوا يتباع بتقبع عشرة جنيه وخمسشير جنيه عايزوا يتزرع الكميات اللي مطلوبة تغطي البلد وتغطي نسبة تزرع ولا تزيد ولا تقل يبقى السعر مناسب فيه هامش ربح محدد للفلاح فيه هامش ربح محدد لتاجر التجزئة يبقى هنا الهامش ربح السقف معمول فيه بعض الأماكن اللي بتبيع وبيستغلوا التجار فيهم اللي موجودة وبيتبيع بأسعار غالية أكتر بالنزل فيه منافس موجودة وفيه بالفعل فيه أربع تلاف وتلتبوية منفذ على مستوى الجمهورية تبعيد المجمعات السهلاكية اللي أشار إليها الدكتور محمد دي دلوقتي بتنزل احنا عرضنا وقلنا الكلام ده يا جماعة دي بتبيع حاجات غزائية زي المرباط والحلاوة الطحنية والجمع وقلنا فيها قسمة للخضار والفاكرة وإحنا كتجار بسوق الجملة بستة أكتوبر البضاعة اللي موجودة من عندنا احنا بنسلمها ساعتك البضاعة النهاردة والمانجة عندي النهاردة متبعها ب13-15 جنيه جميع أصناف المانجة مع عدل عويسي ب17-18 جنيه أنضف عويسي موجود النهاردة ب20 جنيه مع أنك في آخر الموسم بتاعه وده بالنسبة لآخر الموسم وبالنسبة لصنفذ العويسي يعني المعروف منه قليل شوية يعتبر مش غالي بس حرام لما يجي يتبع بره ب40 جنيه ب47 و40 جنيه ده موضوع استفزازي فتتعامل منافس وريبة من الأماكن لأنه مدى ما عندش قانون يحكم والقانون هو المنافسة يبقى فيه منافس موجودة تابعة للدولة موجودة وريبة من المناطق اللي فيها بعد الاستغلال يبقى لما هيبيحها ب15 وده هيبيع ب25 أنا طبيعا هكطعها ب25 من غير دعوة لمكطعة أشكرك يا حاجة محسن حيثك دكتور محمد احنا فضلنا بفقرتنا دي طيب حضرتك لو تتكرم هو الموضوع جد خطير وجد مهم وتم إدارة الحلقة بامتياز أشكرك يا حاجة إنما اللي بيقع على عاطق مؤسسات المجتمع المدني والأفراد هقول 3 نقطة من 8 النقطة الأولى ضرورة ترشيد الاستهلاك اتنين ضرورة تفعيل وإنشاء جمعيات استهلاكية لتسويق هذه المنتجات بالسعر الحقيقي وليسها المغالفي تلاتة تفعيل دور الغرف التجارية ومراقبة الأسواق ويبقى في النهاية أمل إن البلد دي إن شاء الله عمره ما توع عبدا فترة غلاء هتنقضي وتنكشى لأن هناك خبرين سعيدين أختم بهما حديث ياريت الخبر الأول هو ارتفاع معدل الاحتياط النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 44 مليار و 419 مليار دولار الخبر التاني الناس كلها عرفاه بلد لسه الحد دلوقتي بتعمل إصلاح اقتصادي وبتبيع رغيف الخبز بخمس قروش العشرين رغيف بجنيه لم يتأثروا البلد دي هتفضل محافظة على أبنائها وعلى أهلها رغم ما يعانيه أهلنا من مشاكل متعددة إلا أننا سنصبر ونربط الحزام مع أخذنا بعين الرأفة نحو إفراجه للمواطن الذي يعاني المواطن البسيط الذي يعاني فيه مأكله وملباسه ومشربه وعلاجه ومسكنه وتعليمه وإني على ثقة بأن هذه أزمة سرعان ما تنقشع وستستمر مصر وتستعيد المكانة التي كانت تتبوأها بإذن الله بفضل الله أولا وأخيرا ثم بفضل أبنائه المخلصين والكلمات الصادقة التي هي رسالة وليس التجارة أمين يا ربنا بكثور محمد الأجرودي المفكر الاقتصادي والسياسي شرفتين يا فندم شكرا يا فندم الحاج محسن سعد الفيومي عضو مجلس دارة أمناء سوق جملة بستة أكتوبر وعضو مجلس إرضاءة غرفة تجارية بالبيضة شرفتين يا فندم شكرا يا فندم نطلع فاصل ونرجع نشوف جبر الخواطر ابقوا معنا جبر الخواطر وهو فيه ايه؟ بعد جبر الخواطر حاجة الأديان والمعتقدات والثقافات والحضارات كل دول هتلاقي فيهم اللي بيدفعنا لجبر الخواطر ابتسمتك في وجه أخيك جبر خواطر فرحك لفرحة غيرك جبر خواطر مواسعتك له جبر خواطر السؤال عنه جبر خواطر إنك تعيد على جارك وتزوره وتوده ده جبر خواطر الإنسانية هي في أساسها جبر خواطر راحت فين الأيام الحلوة دي اللي كان فيها جبر الخواطر شيء مهم ولو معنى جميل في حياتنا علشان كده معانا الشيخ محمد بدو يومجاهد اللي دايما جبر خواطرنا عشان نتكلم معاه عن جبر الخواطر أهلا بيك يا فندق أهلا بحضرتك وإستاذ المشاهدين شرفتنا يا فندق ربنا شرف حضرتك حضرتك عالم من علماء الأصحر ومشاهدينك ومحبينك كتير جدا لأنك أجيد بتجبر خاطرهم وربنا يحفظ حضرتك حضرتك إحنا ليه ما متجبر أو ليه ما بطلنا نجبر الخاطر ولو بابتسامة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد في الحقيقة أنا يعني بتقدم بالشكر لحضرتك والأستاذ المعدين على هذا الموضوع الهام لا يخفى على أحد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادة عبادة قبر الخاطر من أهم العبادات على الأطلاق حتى لا أبالغ إذا قلت بداية أن الله تبارك وتعالى من صفاته العليا أنه يجبر خواطر عباده فهو يزيل هموم المهمومين ويفرج الكرب عن المكروبين ويعطي العطاء للسائلين وقد علمنا رب العالمين جل وعلا أن نتصف بهذا الوصف وأن نعمل بهذه العبادة في البداية دكتورة اسمحي ليأقول لحضرتك أن عبادة جبر الخواطر هي أكبر دليل على طهارة النفس الإنسانية وعلى صفاء القلب وعلى جمال الروح وعلى أن صاحب هذه العبادة إنسان طائع لله متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نجي نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى إزاي بدأ بجبر خاطر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإزاي يؤمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يجبر بخواطر الآخرين فيقول له فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر لما أشوف واحد يتيم واجبر بخطره ومنهروش ده جبر خاطر لما شوف سائل ومعملش على أزيته أو كسر خاطره ده من جبر الخواطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصف بهذا الوصف وعلم أصحابه الكرام كيف يعملون على هذا الأمر دعيني أيضا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبر الخواطر سبب مباشر في نجاة العبد من كل ما فيه أذى أيوه الإنسان اللي بيجبر خواطر الآخرين ربنا سبحانه وتعالى بينجيه من كل كرم إيه الفرق بين جبر الخاضر سيدنا الشيخ والكلمة الطيبة جميل الكلمة الطيبة قد يجبر بها العبد خواطر الآخرين فمثلا لما شوف النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فيشوف واحد من الصحابة يقال له أبو أمامة قاعد في المسجد في غير وقت الصلاة فده يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له ماذا جاء بك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة هنا النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظره إن الوقت ده مش وقت جلوس في المسجد وإن دينا أمرنا بالعمل وبالساعي وبكسب العيش وبمزاولة الصناعة والتجارة وغيرها فكون واحد زي أبو أمامة يقعد في المسجد في الوقت ده لازم فيه شيء أجلسه في هذا المكان فقال له إيه اللي أعدك في المسجد في الوقت ده فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون هموم لزمتني وديون يعني أنا ما لقيتش مكان ولا مجال أقوي إليه إلا بيت ربنا سبحانه وتعالي أنا عندي هموم كتيرة وعندي ديون وأعباء أنا مش عارف أتصرف فيه فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام دي بقى الكلمة الطيبة اللي بيعلمهن النبي وبيزرعها في نفسنا يعني جبل الخاطر إنه شعر بدئته نعم لأنه عايز يحل مشكلته ده جبل الخاطر ولو بالكلمة ولو بالكلمة وهنعرف دلوقتي إزاي الكلمة بيبقى لها فعل أكبر من فعل السحر فقال له طيب يا أبا أمامة أفلا أدلك على شيء إذا فعلته أزال الله همك وفرج عنك كربك فقال له بلى يا رسول الله أنا في أمس الحاجة إلى هذا فقال له يا أبا أمامة قل إذا أصبحت وإذا أمسي قل الكلام هو قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال سيدنا أبو أمامة بيقول لنا بقى ففعلت ذلك كما أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبث أن أزال الله همي وقضى عني دين هنا لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل إيه لأبي أمامة علمه كلمات لو قالها ربنا سبحانه وتعالى يحل له مشكلته طيب إحنا ليه بقينا كده يا سيدنا الشيخ؟ آه ليه؟ يعني ليه إحنا بقينا حتى اللي ابتسامة أوقات ما بنستقصرها ده حقيق يعني نبخل بيها آه إحنا ما كناش كده آه فعلا البعد دايما عن الدين وعن منهج الدين وعن الاقتداء بما كان عليه أخلاق النبي وأخلاق الصحابة الكرام هو ده اللي بيبعدنا عن إن إحنا ننتبه إلى ما يجب علينا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين ده أنا عايز أضيف لكلام حضرتك كمان إن البخل ما بقاش بالابتسامة بس ده البخل بقى بالكلمة الطيبة الكلمة من الزوج لزوجته الكلمة من الإبن لأبيه أو لأمه الكلمة من الأخ لأخيه علما بإن دينا بيعلمنا إن الكلمة الطيبة صدقة وإن تبسومك في وجه أفيك صدقة وإن إفشاء السلام صدقة وإن إماطة الأذى عن الطريق صدقة طيب يعني إذن أنا كمسلم لو أنا حتى ما معيش جنيه في جيبي ممكن أتصدق؟ أه أتصدق بحاجات كتير قوي بالبسمة الجميلة اللي في وجوه الآخرين حتى الدين المسيحي المسائل الإنسانية بتدعوه للسماحة وبتدعوه للكلمة الطيبة وإحنا كمجتمع مصري كلنا ما بقاش عندنا جبر خواطر أنا ما حضرتك في النقطة دي تماما الرسالات السماوية كلها بتحثنا على سمو الأخلاق وعلى طهارة النفس وعلى أن نكون أفراد متفاعلين مع سائر أفراد المجتمع ده أنا عايز أدل حضرتك مثال يمكن يتعجب له كتير قوي من الناس قد إيه يبقى جبر خاطر حتى غير المسلم من تعليم دن الإسلام جبر خاطر غير المسلم من تعليم دن الإسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام يبقى قاعد مع أصحابه وتمر جنازة فيقوم يقف النغي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتعجبه يقولولي يا رسول الله إنها جنازة يهودي جنازة يهودي مش مسلم عشان تقوم تقف فيقوم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام يقولهم أوليست نفسا النفس دي مين اللي خلقها الله ومين اللي قبضها الله يبقى احنا بنقوم احتراما لهذه النفس الإنسانية مش المسلمة فقط طيب لما نشوف واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في شوارع المدينة فيلاقي واحد على غير دين الإسلام واقف يتسول من الناس فيقوله تعالى ما الذي ألجأك إلى هذا فيقوله يا أمير المؤمنين كبر سني وعدم قدرتي على العمل فيقوله لا تعالى معايا لا أبأ شيخ كبير ومش قادر يشتغل فيغد سيدنا عمر بن الخطاب لبيته ويعطيه عطاء مما تيسر وبعدين يكتب كتاب إلى خازن بيت مال المسلمين ويقوله هذا الشايف ينبغي أن يكون له جعل شهري يعني عطاء مرتب شهري يكفيه فما أنصفناه إذ أخذنا ماله شابا وأضعناه شيخا هو ده مش جبر خاطر تخيالي حضرتك لما واحد زي ده يحس بالكرم يحس بأنه لا ده هو فرض في المجتمع له حقوق كما أن عليه واجبات ويبقى له عطاء يغنيه عن زل السؤال حضرتك ربط جبر الخاطر بصفاء النفس يعني اللي أنا فهمته من حضرتك أن النفس الصافية فقط هي القادرة على العطاء وجبر الخاطر كيف يصفي الإنسان نفسه؟ بأن يلزمها لا شك شوفي حضرتك يا دكتور لا شك أبدا أن كل إنسان فينا يحب دائما أن يرقى طبعا الإنسان إذا كان عاصي هو لا يستمر المعصية ما فيش واحد بيعمل المعصية وهو حبيب أنه يفضل في المعصية دي بدليل أن اللي بيعمل المعصية أكثرهم بيحاولوا يتخفوا مش كده؟ عشان عارفين إن ده شيء بيغضب ربك بس جبر الخواطر يا سيدنا الشيخ كتير مش عارفين إنه معصية يعني يطلع وجهه عابس يقولك طلع زي أبو يعني هو مش عارف إنه هو ما هي كده كلام حياتك إنه كسر الخواطر برضو دي معصية أيها بالظبط فهو اللي بيكسر الخواطر في منهم مش عارفين إن ده معصية لا لازم يبقى عارف لازم يبقى عارف ده شوفي حضرتك كمان كانوا بيقولوا زمان من مشى بين الناس جابرا للخواطر يعني اللي يتعود على إنه يعمل كده يجبر خواطر الناس من مشى بين الناس جابرا للخواطر نجاه الله من جميع المخاطر شوفي حضرتك قد إيه الجمال في دنا ودي تجارة رابحة تجارة رابحة في إنسان هو متعود على ده إنه يبقى عارف إنه لما يشوف راجل كبير مش قادر يمشي أو يعدل الطريق يقوم يأخذ بإيده ويجبر مخاطره ويوصله في واحد يعرف إنه لما يلاقي ستة كبيرة مش قادرة تركب السيارة أو مش قادرة تشيل الشنطة اللي في إيديها يقوم يقول لها تسمحي لي يا أم أخدها منك وياخدها ويشيلها هو ده جبر الخاطر هو ده دي الأخلاق اللي بيها بيسمو الإنسان ويرتفع فيبقى العاصي مطلوب منه إنه ياخد نفسه شوية للطاعة فيه ناس دلوقتي بتقول مقولة غريبة شوية إن أول وخلينا في المستوى الاجتماعي أول ما أقوله كلمتين كويسين يبتدي يعملني بتاعي لو أنا قلت لها أنت نعمة من عند ربنا هتبتدي تتغر عليه لو أنا قلت للموظف إيه شغلك الكويس ده تاني يوم مش هيشتغل وهو ده حضرتك أحد الزرائع اللي بتتخذ لعدم جبر الخاطر خشية إن لو تم جبر الخاطر الطرف الآخر يعني يتمرع بهذا اسمحي لأقول لحضرتك إن هذا الاعتقاد اللي بيعتقد الاعتقاد ده هو إنسان بيحاول يجد زريعة ومبرر علشان يبرر يبرر سوء فعله أو بخله بالكلمة الطيبة يعني إذا كان دينا سبحان الله بيبيح الكذب في بعض الحالات من أهم الحالات دي الكذب على الزوجة لإرضائها يعني صح الواحد متزوج واحدة درجة الجمال بتاعها خمسين في المية أو أربعين أو ستين في المية وهنا يباح له إنه يقول لا لا ده أنت أجمل واحدة على وجه الكرة الأرضية في نظري ده مباح وما يكتبش عليه كذب يبقى هنا حضرتك لما نبخل بالكلمة الطيبة طب فضل لينا إينا تعامل بي يعني أنا برضو عايز يعني أفاهم إخواننا دول حاجة إن البخل لا يتجزأ البخيل بماله البخيل بماله هو بخيل في عواطفه هو بخيل في البسمة اللي مش قادر يظهرها على وجهه هو بخيل في إظهار مشاعره تجاه أقرب الناس إليه تجاه زوجته تجاه أولاده تجاه أبيه تجاه أمه تخيال حضرتك فيه ناس وبعض الزملاء قال لي مرة أنا ببقى عايزة ضم أولاد الحضن بس ما بقدرش ليه ما بتقدرش يقول لي ما تحودتش عليها قلتولي أخي إحنا بنتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدلع ويلاعب حفيده الحسن أو الحسين ودخل عليها الراجل اسمه الأقرع بن حابس راجل أعرابي فهو يعني فيه شدة شوية فشاف النبي عليه الصلاة والسلام النظرات فيها غرابة شوية على وجهه فقال له ما بك قال له يا رسول الله إن لي عشرة من الأولاد عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط حضرتك تتخيلي ده ربنا يرزقه بعشرة أولاد ما يغلطش مرة ويقبل عيل منهم أو يضموا لصدره لأنه فاهم أنه ده يتنافى مع الرجولة لا الراجل ما يعملش كده العاطفة دي بتاع الستات لا فيقوم شوف بقى حضرتك الرد بتاع النبي إيه عليه الصلاة والسلام يقول له وماذا أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك ما لا يرحم لا يرحم القضية انتهت ما لا يرحم لا يرحم خليني برضو أروح حاجة اجتماعية برضو أتفضل حضرتك أوقات فعلا في حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية إن شخص يقابل سيدة وفعلا يخطق عليها بقبل الخواطر وهي تستغل ده بطريقة فيها إجحاف له والعكس صحيح فبيبدأ من هنا يتعامل مع الأخرى أو هي تتعامل مع الآخرين من منطق إن أنا عشان قديت كتير وكنت بجبر الخاطر في كل الجوانب فأنا تم كسر خاطري بالضبط فحضرتك يعني إزاي ده جزء جوانا يعني إزاي يتعامل معاه اللي اتعرض له أنا بقوا أيد كلام حضرتك لإني المنطق ده عندي ناس كتير جدا فعلا ممكن واحد يقول والله أنا أحسنت كتير ولكن ما لقيتش مقابل للإحسان ده وفي ناس فعلا فعلا بتتنكر للجميل وفي ناس فعلا مهما حضرتك تعملي معها هي تقابل الحسنة بالسيئة أنا ما حضرتك في دافعنا بس أنا أنا هنا اللي هيحكمني حاجة من اتنين أنا هتعامل مع البشر ولا هتعامل مع رب البشر رب البشر ده المنطق اللي هيتعامل مع البشر هيعمل البشر بأعماله اللي هيتعامل مع رب البشر مش هيهمه هذا المقابل عند البشر لأن ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية في القرآن الكريم قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وده في حتة كده برضو يعني تؤيد هذا الكلام أيها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عارفين أنه هو ربنا سماه الأتقى في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأن ربنا سيرضيه وأنه من أهل الجنة أيها لما يشوف سيدنا أبو بكر نفسه بينفق على واحد اسمه مصطح ابن أثاثة وده كان من قرائب سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر بيصرف عليه يعني آيم بيه من الألف للياء زي ما بيقولوا وبعدين يفاجأ سيدنا أبو بكر إن الراجل ده اشترك في الحديث في حادثة الإفك عن السيدة عائشة وبرضو يكرمه بنت سيدنا أبو بكر لا هنا بقى النفس البشرية أيوة اتحكمت شوي طبعا فسيدنا أبو بكر قال مصطح يقابل الإحسان بالإساءة دي والله لا أنفق عليه بعد اليوم الله دي طبيعة البشر لا شوفي حضرتك بقى اللي حصل والله لا أنفق ولا والله لا أنفق والله لا أنفق خلاص من النهاردة مش هيطول من جنيه زي ما بنقول فيقوم ربنا سبحانه وتعالى ينزل قرآن في شأن سيدنا أبو بكر قرآن يتلى إلى يوم القيامة يقول إيه يقول ولا يقتلي أولو الفضل منكم والسعة ولا يقتلي يعني ما يحلفش ما كانش يصح يحلف أولو الفضل منكم والسعة وصف سيدنا أبو بكر بإيه بإنه صاحب فضل وبإنه صاحب توسعة من الله عليه ربنا وصح عليك إننا ملقيش أي أثر في نفسي تجاه ما حدث وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور الرحيم يرد خلاص نعرف أن حضرك عزيزيز تسألتها فيرد سيدنا أبو بكر يقول بلى أحب أن يغفر الله لي فكفر عن يمينه ورجع ينفق على مصطح هنا تعامل سيدنا أبو بكر مع مين مع الله بس طيب إحنا نطلع نشوف تقرير أنا وحضرتك عن قبر الخواطر من الشارع تفضل حضرت رح فين زمن جبر الخواطر يحد لا جبر الخواطر كان فيه فرق ما بين زمنه وبين دلوقتي دلوقتي ما فيش كلام من ده خالص ما حدش بيسل في حده وكل واحد يقول يا نفسي انكرت أسباب كتيرة الأخلاقيات دي بداية اتنين عدم إيمان النفوس وحش كان زمن وجبر راح خلاص كان زمن وجبر يعني انت حسى دلوقتي ان احنا زي الأول من زي الأول صح راح في الهوة الناس في الأول تدار على صلة الرحمة لو احنا وصلنا رحمنا هنجبر خواطر كل الناس الجبر الخواطر مش معادي ان انا هسلم عليك وأكلمك لا طيبة في مواد وفي رحمة والناس ترجع لعلاقة الطيبة بتاع زمان ربنا يخلي النات والموبايلات والحاجات اللي بتخلناش نسأل على بعضين الزمن ما بتغيرش الناس هي اللي بتتغير دلوقتي مفيش حد دلوقتي بيشوف حد زعلان أو بيشوف حد مثلا مخنوق مفيش حد بيه جنبه كل واحد بيقول يلا نفسي كل ده عشان بعيدنا عن الدين يعني الناس دلوقتي بتصلي وبتصوم كده يعني مظاهر بس إنما الأخلاق أخلاق مفيش إلا بقى من رحم يا ربي كنا بنزل طبع الأكل هو اللي ينزل عند الجران يطلع فيه أكل تاني ينزل يطلع فيه أكل تاني ما كانش فيه حد بيبدعان النهاردة الناس بتبدعان النهاردة الناس بتبدعان ممكن يبقى جاري جنبي ولا ليه دعوة بيه ولا ليه دعوة بيه ده ببساطة جدا كنا بنجبر خطر بعضينا بكلمة طيبة بكلمة السلام عليكم اللي واحد بقى صغير اللي واحد فقير اللي واحد ده اللي واحد ده لمجرد ما كان حد يحتاج حاجة كنا بنقول له حاضر شيخ محمد حضرتك عاوزين نرجع لجبر الخواطر حضرتك قلت جزء إن رجوع للدين نعم والجزء الآخر اللي هو التعامل النفسي كل مننا مع نفسه نعم حضرتك تضف لنا إيه وتبقى هو ده خلاصة الحلقة أضيف حضرتك إن الإنسان فينا هو لا يملك حياته ولا يملك ساعة رحيله الإنسان فينا عليه أن يكون في هذه الدنيا أثر أثر بمعنى أثر إما أن يكون أثرا طيبا وإما أن يكون أثرا سيئا وعليه أن يختار لنفسه ماذا يريد أن يكون وماذا يريد أن يصبح وما الذي يتمنى أن يناله من مكانة عند الله تبارك وتعالى الإنسان فينا عليها أن يكون دائما على استعداد للقاء الله تبارك وتعالى وهذا لن يتحقق من فراغ أنا عجبني أوي الحج اللي بيقول إن إحنا بعدنا عن الدين فعلا الدين للأسف للأسف كتير قاوم أننا فهموا أن الدين هو بينحصر بس في الصلاة والصيام والزكاة والحك لا إحنا الدين بتاعنا عبارة عن ثلاث حاجات عقائد وعبادات ومعاملات وهو ده الأساس عندنا المعاملة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة بتخص صاحبها فقط إنما جعل التعاملات أو المعاملات هي بتعود على النفع بكل فرض في المجتمع أنا لما أحسن التعامل مع الآخرين هو ده اللي بيخليني أبقى أثر طيب في هذا المجتمع أخدم مجتمعي وأنفع إخواني وأكون صالحا لنفسي ولغيري أشكرك الشيخ محمد مجدي مجاهد تعاليم الأسهر أشكرك يا فندي ربنا يحفظ حضرتك أمنيتنا المصرية النهاردة إنه حنرجع مرة تانية لجبر الخواطر وزي ما قال شيخنا اللي يجبر خطر الناس ربنا يحميه من المخاطر أسبوعه على الألف خير وهنا ونشوفكم بكرة الساعة سبعة إن شاء الله اشتركوا في القناة